إذا متابعنا الكرام لحدود هذه الساعة الحرائق في حضيرات الجزائر ما زالت تنتشر بشكل خطير جدا وبشكل سريع وتداهم المناطق السكنية الواحد تلوى الآخر كما شاهدتم متابعنا الكرام في الفيديوهين الأخيرين فهناك تسجيل لعدد كبير جدا من الخسائر البشرية على الأقل 15 قتل من المدنيين و10 قتلى من الجنود كذلك متابعنا الكرام من المرشح أن تصل أعداد القتلى والهالكين إلى 100 قتل هذه الليلة الأخطر أيضا متابعنا الكرام وهو هذه المشاهدة التي ترونها الآن أمامكم على الشاشة والتي تظهر جانب من الخسائر المادية في حضيرات الجزائر وكما تشاهدون متابعنا الكرام وكأن الجزائر تحولت إلى ساحة حرب والمسؤولية كاملة يتحملها نظام حضيرات الجزائر الذي ومنذ ثلاث سنوات وهو يعني يطلق في الوعود الكاذبة والبصبع المستحمر يصدق الوعود الكاذبة لنظام حضيرات الجزائر والنتيجة متابعنا الكرام هي ما نراه الآن أمامنا على الشاشة النتيجة هو فشل في فشل في فشل النتيجة وهو أن الجزائر هي من أكبر الدول المتخلفة في عملية مواجهات الحرائق حضيرات الجزائر غير مستعدة بأي شكل من الأشكال لمواجهة هذا النوع من الحرائق كذلك متابعنا الكرام شاهدنا في فيديوهات أخرى سوف نقوم بتغطيتها في الأوقات أخرى الطرق البدائية البدائية جدا التي يستعملها نظام حضيرات الجزائر في مواجهة هذه الحرائق أين هي مئات الملايير من الدولارات أين هي الأموال الطائلة التي تصرفونها على مرتزقة البوليزاريو وعلى العداء مع المغرب لماذا لم تصرفوها اليوم على طائرات إدفاع الحرائق وعلى إنقاذ الجزائرين لا يهمكم شيء سوى أن تعادوا المغرب وسوى أن تصرفوا الأموال الطائلة على مرتزقة البوليزاريو على طائرة بن بطوش وأن ترسلوه إلى أنجولا وأن ترسلوه إلى جنوب إفريقيا وأن تطلقوا في الشعارات الفارغة ونحن 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 لكن في وقت الجد في وقت الجد تظهر لنا متابعنا الكرام مدى تخلف حضيرات الجزائر مدى انحطاط نظام حضيرات الجزائر مدى جهل نظام حضيرات الجزائر متابعنا الكرام اليوم سوف يكون يوم خطير جدا على حضيرات الجزائر والحصيلة كما قلت مرشحة للارتفاع ورأينا قبل قليل أيضا الجزائر كيف تحولته كأنها ساحة حرب متابعين الكلام كل المسؤولية يتحملها نظام حضرات الجزائر طبعا الحال حذرناهم مرارا وتكرارا ما كنسمعه وشوهدراء مقابلين المغرب المغرب عنده أسطول لطائرات كنادير هو الأكبر في المنطقة والقارة الإفريقية والعالم العربي وهو الوحيد أيضا في القارة الإفريقية متابعين الكلام أراكم في فيديو قادم